من أجل الاهتمام بالمواهب الكروية يجب علينا إيجاد الأكاديميات المتخصصة في إبراز هذه المواهب التي يجب أن تؤسس بشكل علمي وأكاديمي من خلال توفير الإمكانات القادرة على بروزهم لخدمة أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية ومن أهم الخطوات التي يجب انتهاجها هو تغيير الأنظمة القديمة والعمل على التجديد الدائم ومسايرة العالم من خلال تغييرات شاملة ووضع استراتيجية واضحة وقوانين تنظيمية من أجل النجاح وأيضا من الأمور التي تحتاج لدراسة وافية هي علاقة اللاعب الموهوب بناديه مستقبلا وما هي حقوقه تجاه النادي وحقوق النادي تجاهها بعد أن يتمسق له مبكرا ودفع المبالغ الطائلة عليه في الأكاديميات واللاعب السعودي في غالب الأحيان لا تنقصه الإمكانيات والمهارات الفردية بل ينقصه التنظيم اللياقي والغذائي وهذا سبب عدم التأهيل منذ الصغر ومن هنا أبدت القيادة الرياضية في كرتنا اهتمامها الشديد بالتأهيل منذ الصغر لمستقبل زاهر للكرة السعودية ما دور الإعلام في نشر ثقافة الأكاديميات وهل لدى الأندياء القادرة ماليا القدر على إنشاء أكاديميات بالمعنى الحقيقي؟ سعدون أنا قدني تساؤل هل عندنا أكاديميات بالمعنى الحقيقي للمسمى؟ في اعتقادي لا يوجد لدينا أكاديميات أكاديمية حقيقة لا توجد ربما أكاديمية نادي الأهلي يمكن تكون هي الأبرز ولكن هناك بعض الأندية أخذت مسار آخر وهو استقطاب المواهب الشابة من المدارس بشكل مباشر وصقل موهبتها ومن ثم تصديرها للأندية الأخرى مثال على ذلك نادي القادسية ونادي الاتفاق يمكن في آخر عشر أو خمسة عشر سنة يمكن هم منبع الأبرز النجوم الموجودين في الكرة السعودية إذا نتحدث عن كابتن ياسر قحطاني ويعتبر من أهم الهدفين على تاريخ الكرة السعودية جاء من القادسية أيضا محمد السهلاوي مهاجم النصر ويعتبر من المميزين جاء من القادسية أكثر من لاعب جاء من اتفاق فبالتالي أنا أعتقد أن ثقافة الأكاديميات غير موجودة رغم من رئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي لامير عبدالله بن ساعد تحدث أكثر من مرة منها تعتبر من أهم الأمور التي سيتم التركيز عليها من قبل هيئة الرياضة تحديدا الأكاديميات وصقل المواهب الشابة سواء في كرة القدم أو في غيرها إذا ما عدنا للذاكرة قليلا لا يوجد هناك لاعب يعني ظهر من الفئات السنية سواء في الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي أو الشباب يعني هذه الأندلة الكبيرة على الرغم من ظهور بعض اللاعبين الموهوبين في جيلنا الحالي وبالتالي أنا أعتقد أنها مشكلة كبيرة تعاني منها الكرة السعودية أيضا الأندية تعاني وبالتالي تجدها تذهب للاستقطاب اللاعب الموهوب من نادي آخر كما يحدث حاليا في جميع الأندية أنا أتمنى من رؤساء الأندية والمسؤولين عن الرياضة أن يهتمون في جانب الأكاديميات التي هي بمثابة تأسيس للموهبة قبل وصولها إلى مرحلة النضج أو مشاركتها سواء مع النادي في مشاركات كبيرة أو مع المنتخبات وهي التي تعتبر السقف الأعلى أنا أعتقد أن حتى لو في حال ظهور مواهب جديدة أنا أعتقد أن الاعتناب بها يعتبر أهم من إيجاد الأكاديميات شاهدنا نجوم كثر ضاعت موهبتهم بسبب الغرور بسبب عدم التأسيس الاحترافي الفكري أتحدث الجيد يمكن يعطينا أمل بسيط أن هناك لاعبين موهوبين في حال وجود الأكاديميات أننا سنراهم لو شاهدنا المنتخب السعودي الشباب الذي وصل نهاي كاس آسيا الأخيرة في البحرين وتاهل نهايات كاس العالم أنا أعتقد أن هذا جيل جيد ويدل على أن لدينا موهبة يجب البحث عنها والمحافظة عليها وتثقيفها بعد خروجها للأضواء للأسف الإعلام عليه دور كبير جدا في إنهاء بعض المواهب ليس بدوره السلبي وإنما أعطاهم أضواء أكثر وعدم وجود الثقافة لدى اللاعب سعدون العوامري ذكر أن الأكاديميات الحقيقية إن وجدت فهي تأسيس للموهبة نروح لعلي الضبعان ونشوف رأيات فضل يا أبو محمد والله عندنا مأساة الآن موجودة الآن السنة هذه ما يسمى دوري تحت 14 سنة من مشاركة الأندية والأكاديميات جالسة تصير فيه مآسي بحكم وجودي بالنادي ومطلع على الشيء هذا يعني أنا أعطيك ياهم وسجلها عندي بنقاط الدوري اللي بدأ السنة هذه الآن عندنا في منطقة حايل المباريات فيها كوارث كوارث وناء الطالب وطالب الاتحاد السعودي بييقاف الدوري صراحة بأسرع وقت قبل ما تنسح بلندية وحن منها يعني تخيل المباريات تبدأ ما فيه رجال أمن لا يوجد رجال ولا رجل أمن واحد وحتى من الأمن الصناعي ما فيه أبدا إسعاف ما فيه طالبونا بداية المباراة كان من ضمن بداية الدوري كان عندهم فكرة أن اللي يحكم المباراة مدربين الفريقين معقولة هذا شيء مثبت وخطابات وكل شيء واجتماعات ما فيه روائح دوري ماشي ما أدري كيف كرنيهات اللاعبين الأكاديميات ما فيها كرنيهات يعني تخيل تجي نادي الطائي تلعب ضد أكاديمية يجون لعبي الأكاديمية ما فيه ولا كرنيه واحد ما نادي من يلعب ضدنا من أقام البطولة يعني التحاد السعودي طيب شنون يقيمها تاركها كذا تاركها كذا الحكام ما يعرفون اللوائح عندي صور يعني لو حبيته تنشر يعني هي الفترة القادمة صراحة كوارث الأكاديميات يلعبون على ملاعب البلديات تخيل من هم أصحاب الأكاديميات الرجال الأعمالي أشخاص لا أشخاص مجتهدين ما عندهم له كورة فقط قموا فاتحينها بهدف الربح ايه بهدف الربح طيب انت ليش ما تشتغل عليها صاح دمك فاتح بهدف الربح المفروضة ليش تغل الاتحاد هو الاتحاد هو الجهة المنظمة يعني الآن طيب الأكاديميات عفونا عن المقاطع الأكاديميات ليش ما تتخاطم على الاتحاد تكلمنا صحنا ما لنا ما في أي رجل ما قدمنا أحد حنا كأندي حنا فرحنا بالدوري صراحة واستقطبنا واعلننا وسجلنا لاعبين نجي نبدأ الدوري الدوري فيه كوارث كوارث تخيل يصاب لا ما عندك أحد ما فيه إسعاف رجال أمن تخيل نلعب مبارا في قرية في حايل وملعب مكشوف لو يجي أحد يطب على اللاعبين مشكلة مضاربة شي اللاعبين في صور عندي جالسين لعبين على دكة هذي يسمونه دكة اللاعبين جالسين على أرضية معها مقهوة وشاه يمتكين هذه صارت طلعة ما صارت مبارا والله المدربين جالسين على الرصيف جالسين على الأرض عشوائية عشوائية إلى بعض درجة الملاعب غير صالحة للعب نهائيا غير صالحة للعب نهائيا عندنا كوارث فالدوري لو ما بدأ أشوى الآن أنا ما أخفيك وأنا أقولها الآن من هذا المنبر حنا الآن جالسين نفكر بالانسحاب يعني المشكلة الأكاديميات نرجع موضوع أكاديميات في أكاديميات بالسعودية شغالة صح للأمانة وفي أكاديمية يعني خرجت اللاعبين الأندية يعني في أكاديمية بالخارج مدينة الخارج الآن جاءسة تخرج لعبين علي الضبعان ذكر أنه في أكاديميات شغالة صح ونتمنى أن يكون مو أكاديمية واحدة أكثر من أكاديمية نروح لنواف العبد الله ودي أسألك يا نواف يعني أكثر وكلاء اللاعبين صاروا هم المهتمين هم اللي عندهم ما يسمى بالكشافة ليش ما يكون عندنا أكاديميات ويكون فيها موظفين أشخاص متفرغين يعني ممكن يقومون بزيارات للحواري للقرى للمدن يطلعون منها لعيبة نجوم يعني بعدين يصبح ونجوم يراهن عليهم شوف خلينا نتكلم من البداية الأكاديميات عندك طبعا عندك قسمين أكاديميات خاصة ربحية عندك أكاديميات اللي هي تبعاً نتكلم في السابق كان فيها يعني كانت الأكاديميات اللي تبعاً الأندية كانت كانت يعني تسبب عائق وتسبب يعني ضغط مادي وضغط إداري على الأندية كنا نشوف الأكاديميات عضو شرف خلاص عضو شرف النادي مستلم الأكاديمية والفئات السنية في هالنادي وكان يهتم وكان يحرص على المخرجات اللي عنده وكان يعني فيه تنسيق بينه وبين الفريق الأول في كيف تصعيد اللعيبة وكيف المراكز اللي أنتو تحتاجونها لكن الآن مع عزوف عضاء الشرف ومع الديون اللي حاصل على النادي الآن النادي بدأ أنه يلا يهتم في الفريق الأول لكرة القدم نتكلم عن كرة القدم بدأ الآن تطلع الأكاديميات الخاصة الأكاديميات الخاصة حنا عندنا هنا في السعودية الأكاديميات الخاصة أقرم ما تكون إلى الجم الرياضي لا عندها شروطات ولا عندها معايير ولا عندها شروط لقبول المنتسب إليها يعني أنت تجيب ولدك ودخل الأكاديميات تدفع لي فلس لا يقول لك لا الولد هل هو موهوب غير موهوب هل هو لاعق جسديا لاعق فكريا يتم الكشف عليه نواف إذا كان كويس أنت تدفع مبلغ في البداية إذا الولد كويس أنا أوقع عقد معه بالمجان ولا بام شي أنا الكسبان يا هذا اللي نبي الإشراف يكون يعني نبغى الإشراف يكون من الحكومة بالتعاون مع هيئة الرياضة يعني هيئة الرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برضو وزارة الداخلية من الناحية الأمنية برضو بالتعاون مع وزارة التجارة لأنك أنت تتكلم عن منظومة خاصة ربحية نشوف الأقرب أكاديمية عندنا سباير في قطر هذا مشروع حكومي تحت إشراف حكومة قطر هم قاعدين يرهنون أن المنتخب الذي يلعب في كاس العالم 2020 سيكون منتج لهذه الأكاديمية فأنت لا بد أن تعتبر الكرة الرياضة بشكل كامل صناعة فأنت عندما تهتم في المنتج الذي ستخرجه ستستطيع تسوقه خارجيا ستستطيع أنه تستفيد منه للمشاركة في المحافلة الدولية ليس فقط في كرة القدم برضو في الألعاب الأخرى يما الآن نسمع في المشاركة ريو 2016 ما لقاء المشاركات التي ظهرنا فيها لم يكن تعكس المواهب المتواجدة لدينا فالأكاديمية إذا لم يكن لها هدف وتحت إشراف الحكومة